أنا أخت سبع معتقلين وأني همت شنت معتقلة وأمي معتقلة وأخوتي اثنين توفوا بالسجن عائلة دمروها وين قاعدين من يا عمر؟ أنا بالمشاهدة وأهلي كانوا بالدورة ليش يا عمي صار عليك بكل هاي المأساة؟ أستاذ أنور إحنا قضيتنا مو هسة بالجديد إحنا أخوتي اعتقلوهم بالألفين وثمانية بالألفين وثمانية مو هسة الحادث هسة يعني بالجديد أنا مودة نقول دواعش أو ارهابية أو قتلة أخوتي كنا أربع ارهاب إحنا كنا أربع ارهاب أنت ومت واخوتي السبعة؟ أصلاً اتهددنا أنا وأمي أنا استلمت أحد أخواني بالألفين واثمائي جفة والدول مستشفة تويفة من رحة علي أنا والدتي والدتي على العربانة أخويا بس هاي تصعد وتنزل وجسمه كله أزرق ومنتسبين واقفين يم الباب واحد يقول لله خلين طونة له له هو لحيموت استلمت مات الساعة بالخمسة الفجر والدول مستشفة مدينة الطب استلمت شرحا وانطوني والثاني أخذوه وكتله وظلو لي خمسة بالسجن واحد طلعوا لي على العربانة أنا مشكلة ثلاثة سلموا لي إياهم واحد على العربانة واحد ناهي نبي صرع والثاني لا طلع كل شيء ما بيه الثالث استاذ أنور أكفت شغلة عندي اثنين هسا بالسجن عندي اثنين واحد منهم سبع سنين هو يومهم خلوا عليه أربع طعش دعوة أربع طعش دعوة خلوا عليه رتستا مذبوه بدعوة قتل هو مقاتل طبعا المقتول قتله الأمريكان يعني هو كان مقاوم على الأمريكان وكلها تذري بهذا الشيء كلها تذري من المشاهدة كلها تذري هذا كان مقاوم على الأمريكان وانقتل الأمريكان قتله منطبخوا يليك تحقيق رادوا مننا خمس حوادث قتل أخوي اعترف انحكموا اعدام جوي أهل الولد المقتول قالوا مو هذا القتل الأمريكان قتلوا الأمريكان القاضي حكم أخوه الإجيه هم حكموا ست شهر حتى الإجيه أخوه حكموا ست شهر أستاذ أنوار المهم سوينا لعادة تحقيق بالألفين وواحد وعشرين أخويا طلع منها يجوي ضباط شهده ضباط تحقيق قالوا احنا منطلع نكشف دلالة هذا المقتول اللي قينا سيف هذا انقتل من قبل قواتي الأمريكية بالطيارة صار قصف لأنه كان مقاوم بالبستان هو وجماعة طلع أخويا رد تستلم بالواحد وعشرين اش طلعوا له طلعوا له أنت ما داخل السجن أنت ما أنت تتخيل هسه أنت ما داخل السجن دعوة كل شي ماكو لا قتل لا جريمة لا حادث لا كشف دلالة يقول لي أنت ما داخل السجن وسووا له دعوة ونحكم عليها عشرين سنة ترجمة نانسي قنقر